موسيقى بين اهمال دام لعقود نوابنا تحتية متهالكة واقع مدينة الصدر دعا امانة بغداد الى العناية بها بشكل خاص وتوفير المتطالبات الضرورية للمواطنين ووضع خطة لتطويرها بشكل كامل من اجل النموذ بواقعها الخدمية نحو الافضل تقوم كوادر امانة بغداد المتمثلة بدائرة بلدية الصدر الاولى ودائرة المشاري بعمال تطوير شارع قطاع 41 اسوة بقطاع 73 الكميات وفقرات العمل تتضمن عمال تطوير بالمقنص الانترلوك الاعمار لهاي المدينة المظلومة واللي شهدت سنوات من الاضطهاد والحرمان خصوصا الحرمان في مجال الخدمات فالحقيقة انه لأول مرة نشهد هكذا بناء وهكذا تعمير واحنا وياهم ان شاء الله يد بيد وذراع بذراع على ازالة التجاوزات وازالة العقبات اللي يعني يظهرون الوجه الحضاري لابناء هاي المدينة المظلومة دوائر امانة بغداد متمثلة بدائرة المشاريع وبلدية الصدر الاولى حققت نسبة انجاز متقدمة في تطوير قطاع 41 وتحويله الى قطاع نموذج من خلال رصف الازقة الداخلية والشوارع الفرعية للقطاع بالمقرنص العادي وعمل ساقية وسطية جديدة وقشط وتعديل الشوارع لتهيئتها لأعمال الاكساء بالمقرنص اعمال تبديل القالب الجانبي للشوارع الرئيسية والستينية اضافة الى تبديل الساقية الوسطية للبلوكات الداخلية وكذلك يشمل عمل اعمال قشط الشوارع الداخلية للبلوكات مع عملية الاكساء ومثل ما تلاحظون هناك اعمال لتطبيق المقرنص السمنتي لأعمال البلوكات الداخلية داخل القطاع الملاكات العاملة في المشروع واجهت عددا من الصعوبات كان في مقدمتها تجاوزات الاهالي على ارصفة الشوارع مما تسبب بعرقلة تنفيذ اعمال التطوير من جانب اخر تعاون المواطنون مع ملاكات الامانة من خلال ازالتهم للتجاوزات ليسمحوا باستمرار الاعمال الخدمية اشتركوا في القناة